بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم أعزائي التلاميذ رهم يوصلوني مؤخرا بعض التعليقات يقولوا أنه ما كفهم شو الوقت مثلا كما هذا التعليق تعزميلتكم اللي قالت أستاذة ما نيش حافظة وما راجعتش المواد الأدبية لأني كنت غطاء في المواد العلمية بالأخص رياضيات والفيزيك والسيانس وما نعرفش المنهجية وراني خايفة لأنه مازال ما كملت والله راني خايفة كنت معتامدة على العطلة ولكن ما كفتنيش واش ندير يا أستاذة والله غيراني حايرة فإذا هاد المشكل ماشي فقط عندك انتي عند أغلب التلاميذ لأنه أغلب التلاميذ ما كفهمش الوقت لكن السبب الرئيسي في هذا هو أنكم ما تبعتوش برنامج اللي أعطيته لكم أعطيتكم برنامجين ماشي برنامج واحد فقط ولكن للأسف ما تبعتوش البرنامج الآن ما نجيش باش نقول لكم علاش ما تبعتوش البرنامج بخص كل سيد خوتنا الآن رايحي نلقو الحل دونك واش هو الحل في هاد المشكل الحل سيد خي سامل دونك أولا ركزوا معي مليح ويسمعوني مليح جماعة بسك هاد الفيديو رايحة تفيد جميع التلاميذ اللي انغتا أول حاجة الآن فورا في هاد الدقيقة اللي تشوفوا في هالفيديو خدوا معايا ورقاو ستيلو الآن حبسوا الفيديو شوفوا جيبوا ورقاو ستيلو ورواه بعد ما جيبوا الورقاو ستيلو كتبوا معايا كتبوا معايا هاد المعلومات التالية أولاً لازم تديروا لي برنامج البرنامج هو كالآتي عندك يومياً كتبوا في الورقة يومياً لازم ديروا تحدي لنفسكم إذا كسبتوا هذا التحدي وإذا درتوا هذا الشروط يعني أنكم كسبتوا التحدي ديروا معايا يومياً هذه التلاميذ النظاميين اللي يدرسوا في القسم رايحين يتكلموا بعدها على الأحرار فيما يخص النظاميين ديروا معايا كل يوم لازم شرط أساسي كي تخرج من القسم تراجع الدروس كي تخرجوا العشية مثلاً تخرج الربعاء الخمسة جنسيبا خرجوا رحوا ارتاحوا شوية نصف ساعة إلى ساعة ماكسيموم وبعدها مباشرة تراجعوا كل ما فاتكم هالي باش تراجعوا اللي فاتكم يعني لازم الأسبوع هذا تعدوا خل المدرسي قبل ما تطلنصى ونيشان في الدروس تعد الفصل الثاني هذا الأسبوع لازم تكملوا عليها جميع المواد تعد الفصل الأول لازم 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 باش نعود من بعد ركزوا في برنامج الفصل الثاني لأنه احنا ما نبقاوش كحياتنا وحنا نفكروا في الفصل الأول جماعة الوقت رح يفوت ما نبقاوش حنا غير مع الفصل الأول كملوا علي دروس الفصل الأول باش نبدو في الفصل الثاني هدي أول حاج هاد الأسبوع كي تخرج من القسم ارتاح ساعة ساعة ونصف ماكسيموم وبعدها راجعوا لي الدروس تعد الفصل الأول باش نكملوا مع الدروس هدي أول حاجة تاني حاجة نازم كل مادة لماذا لم يرجعوا له كل مادة تعطي فيها على الأقل تراجعوا لمدة ربع ساعات إلى خمس ساعات على الأقل خمس ساعات لكل مادة يعني مثلا تخرج من القسم على الخمسة ونص مثلا عندك نصف ساعة راحة وبعدها مثلا من السادسة حتى العشرة ونص وانتم ما تراجعوا في هذه المادة تعالفصل الأولى باش تكملوا علينا ديروا الملخصات نشوفوا النقائس ديروا التمارين ديروا المواضيع السابقة ديروا كل شي لكن أهم حاجة أنه لازم هذا الأسبوع قبل ما نبدو نيشان في الدروس تعالفصل الثاني تكونوا كملتوا تماما مع المراجعة تعالفصل الأول هذه أول حاجة ثاني حاجة جماعة ما تنسوش أنه الأذكار أنه الصلاة أنه القرآن هذه الأمور يعاونكم بزاف في المراجعة تعالكم الله عز وجل يوفق الإنسان مجتهد في الصلاة وفي الأذكار وفي القرآن فهذه الأمور أساسية يعني حتى وتكون مشغول حتى وتكون عيان حتى وتكون جون سي باتيو حط كل شي كي تسمع الآدان مباشرة رح توضع وصل لأنه هذا الأمر رح يعاونك بزاف وصدقوني أنه أهم حاجة هي الاستغفار الاستغفار يسهل لك أكثر شيء صعب في حياتك يسهله لك الاستغفار فركزه ودايما داومه على الاستغفار والصلاة والقرآن هذو أمور أساسية ما تنحوهمش من قاموسكم أبدا هذي ثاني حاجة ثالث حاجة بعد ما تكملوا حل المواضع حل المواضع ثم حل المواضع مراجعة أي مادة بدون حل المواضع كأنك مدر تولوا في حياتك حل المواضع قدر المستطع داكور باي دو واي حبي نفكركم أنه غدا إن شاء الله السبت رح نشوفوا موضوع مرشح بقوة في مادة الفرنسية لجميع الشعب لسنة 2024 اللي راهم مهتمين يتواصلوا معنا في واتساب باش نسجلوهم باش ينضموا للدورة الدورة ستكون على الخمسة والنصف مساء إن شاء الله كل سبت والسعر هو 40 ألف فقط في متناول الجامع فكما قلت أنه أهم حاجة حل المواضع المواضع قدر المستطع لأنه هذا الأمر رح يساعدكم إيجابيا طبعا وبيا سيغ أهم حاجة رغم أنه ما زال ما رجعتوش ما استغلتوش العطلة كما اللي قلت لكم للأسف يعني صراحة زعفت شوية لأنه التلاميذ اللي فغي ما تبعوا البرنامج قدروا يكمله بعض التلاميذ تواصلوا معي في التعليقات قالوا لأنه بالبرنامج اللي عطيتي هنا انتي كملنا كل شي ولكن اللي ما تبعوش البرنامج جا عندهم خالة لكن ما علش ما نلومكمش أنا لكي لكي تفقدوش الآمل ما تقولوش خلاص بدأ الفصل الثاني وراني عدا ما كملش الفصل الأول نان يفو با تتساعد يفو با تتساعد داكور دونك ما علش ما علش ما قد ديناش نراجعو في العطلة يابادو بخوبل ما زال عدنا الوقت لكن هاد الوقت اللي متبقي للفصلين الثاني والثالث مشي باش تراجعو للفصل الأول دونك عليها قلت لكم هاد الأسبوع ديروا اللي بلوتو بوسيبل و دي لكم برنامج سبيسيال للفصل الثاني دونك نتمنى هاد الافيديو تكون فادتكم ونضوا وتحركوا وما تقعدوش في بلاستكم ما عديش ما زال الوقت ما تقولوش خلاص صفات الوقت ما زال الوقت نضوا الآن وتحركوا وفتحوا لكم الرأس وبدأوا تراجعو نتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم